السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله اهلا من جديد باغلى متتبعين قناة سحر طبيعة يوم جديد وفيديو جديد اليوم والبنات خارجة واحد الشميشة سخونة هنا بغيت نتقاسم معكم احد الحاجة غير هكذا باش نشجعوا بعضياتنا باش نعطيكم شوية دي الحامس وكان عارفو شوية في هذا الوقت البرد كيجينا شوية العقز بغيت نقول لكم تستغلوا البنات من نهار اللي كتكون فيه الشميشة اللي عندكم ما يتشمش يتشمش اللي عند الحوايش تصبنهم اللي غتتحكم معناتها اللي غتتخرج شي حاجة نستغلوا هذا النهار اللي كتكون فيه الشميش سخونة وكتعرفوا نهار اللي كتكون خلاص فيه الشو وذلك النهار البرد والريحة كأنه ديار بغير نطيب ومكلتنا وكترجعوا نجريب تحت الكاشة مهم الغرض من هذا الكلام هو استغلوا النهار اللي كتكون فيه الشميشة والجوزوين هذا مكاين البنات واليوم بحول الله غدي نشارك معاكم واحد مجموعة الوصفات لهاد المشاكل اللي كنتعرضوا لي احنا يعني في الجسد دينا في الجسم دينا في هالفصول باردة غير خليكم معي البنات حبيباتي غير نعطيكم وصفت لي طبيعية دائما كنجيب لكم كل ما هو طبيعي اللي كنقول لكم دائما موجود في المطبخ ديالكم حتي لما نفعكمش ما عمروا ما يضركم غير ما تنسوش خطكم اللايكاتكم ومبرتاج واجزاكم الله كل الخيرات هنا البنات اول حاجة بغيت نبدأ بها ونقول بسم الله على مركة الله فيما يخص الحرقة اللي كتكون عند الحوامل كتعرفوا السيدة من اللي كتكون حاملة في الأشهر الأولى ديالها كتتعرض للحرقة هاد الحرقة بغيت نقول لك تجنو غاد تخضي غاد تخضي فاني ودريها في واحد شي شوية ديال الما واحد ربع كاس ديال الما ولا قاعد نس كاسي لكترتي حركيها وشربيها لها كتهمت ديك الحرقة عن تجربة البنات كذلك من الوصفات التقليدية اللي شعبية ومتداولة وكنعرفه احنا قاعد السيدات هو خيزه اتقبط خيزه وتحكيه في الحكاكة مزيان وتعصريه وتخضي هادك العسر دياله وتشربيه رهد قبط لك يهمد الحرقة وما كتبقاش فيك كتمنى يا ربي نكون فدكم هاتج المعلومات ومشيوا البقية الوصفات وهنا البنات كيف ما كنقول لكم دائما هالي كنبغي نحضر معكم الوصفات الحاجة اللي عندي ركا نوريها لكم يعني المقادير الى ما عنديش كنقول لكم مرة ما غديش تكون حاجتي بديك الوصفة ما كيللاش نضيعها ونخلطها وفالالاخر ما غنستعملاش ورميها وكذ عرفو اختكم ما كذبغيش الضايع وضايع حرام وما كيبغي حتى شي واحد لهذا انا كنشرح لكم وكنبسط لكم الاقصى حد بمواد اللي طبيعية وكل شي كيعرفها ان شاء الله كيف ما غتسمعوا نصفة وغيتوا تطبقوها وتجربوها ره سهلة والمقادير كلها يعني قريبة وتحت يديكو انا غنشوفوا هاداك المشكلة الى الزرقية اللي كترالينا فوق البرد يدينا وصبعنا قاعد تيتزرقو وتيتنفخو شو غالتتديري من اللي وقع اللي وقع لك هاد المشكلة غالتتقرطي ربطات الكرافس اللي غالتتقطعيه بعد ما تغسليه بطبيت الحال غالتتشديه وغالتقطعيه غلاد يعني مش يرقيق وديريه في واحد يطرق ديال الما حتى يطرق العرب يعني يقل شي شوية اما يطرق العرب اما يطرق ديال الما وخليه ديريه فوق البوطة وخليه غليه 15 دقيقة ربع ساعة من بعد ما يدفع غالتشديه وغالتتغطصي فيه السباع ديالك هكي يديك في هذا المحلول وخليهم كمدين تم في هذا المدافي وإذا كانوا دير رجليك عندك نفس المشكلة يعني رجليك هم تسباع رجليك يزرع قوطة يتنفخه غالتشي بانيو وغالتتغطصي فيه رجليك ولكن متخليش يبرد خلصي يكون ضروري يعني ماشي احتدافي يعني هذيك السخونية اللي تقدري تستحمليها من اللي تحطي يديكو لرجليك ما يحرقكش ما يحرقكش وتستحمليها صافيو هذ العملية غالتتكريها يوميا ونمره مباشرة المشكل اللي كان عاني ومنه احنا بزيف بزيف هو فوق البرد كتكت توليعتنا القشرة في الراسة البناس في هذ الفصول الباردة باش نحاربوا ان شاء الله القشرة اللي كتكون عندنا في الراس وغادي نضربوا صفورين بحجر يعني نعالجوا المشكلة للقشرة في الراس وكذلك الجفاف اللي كيكون عندنا في الشعر يعني نعالجوهم بجوج فوقس واحد غادي نقبطوا واحد وبصلات اللي كونوا حمرين انا دائما كنأكد عليكم البناس البصلة اللي كنت ستعملوها في الوصفات الطبيعية خاصها دائما تكون حمرة مش يجيبوا لي البصلة خدارية ذيك البيضاء وتقولوا را عندها نفس المفعول لا هذي كتكون مجهدة وكتعرفوا البصلة انها في واحد نسبة كبيرة ذي الكبريت غادي تاخدوا بالشرط هذ الحمرة هتاخدي جوج بصلات وتشديهم وتحكيهم في الحكاكة وديرهم في واحد الكسرونة وتحطيهم على العافية وتخليهم حتى كي بداوا يغليوا يعني تغلي هذيك البصلة المحكوكة وغادي تشدي واحد القطون وتبقى تهزي منها وتحكي بيه الفروة ديالراس مشي الشعر اما الى بغيتي كما قلنا نعالج الجفاف ديالشعر غادي تبقى بطي دابة هذيك الطول ديالشعر طبا احنا نبعد ما حكينا الفروة بالبصلة اللي استخناها هذي تاخدي خالط غدير فيه نفس المقدار ديال هذي الزيوت لانعطيك او لا على حسب الطول ديالشعرك هتاخدي الزيز دياللافوكا وزيد الليمون وزيد الخروع هذو ثلاثة كتاخدي نفس المقدار معلقة 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 وكتشديهم كتخلطيهم وكتبقى تشدي شعرك بخصلة بخصلة يعني مشي كالدهنيه كامل لا احنا غراضنا الضغبة انها تشبع بهذ الزيوت هذي بحال الشكالي كنديرو الترقيبة كنشدو شوية هكا هكا غتبقى بخصلة 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 تصوي بهم ومن يتساذي غادي تلوي راسك في الفولار وتمشي لك انتي غتبشي الحمام ديال الزنقة غير هذك البخار دياله يكفي يعني انتم عارفين الحمام بلدي علما كان ندخلوه علما كان نغسله البلاسة علما تبارك الله كلكم شعبيين وكلكم كتعرفوا هاتشي علما كان نحكوه علما عدم دون نغسله وشعرنا كيكون الراس ديالنا تعرض البخار وتشرب ذاك الشي اما انتي غادي تسحمي يعني غير في الدار كتغطي حلفوطة كتغطيها في المال يكون سخون وتحي دياله هي سخونة وتلفيها على راسك وتخلي الراس ديالك يسخن ويتزمت وهاباش هذك شعر يتشرب بقع هذك الزوجس والبصلة كذلك الفروة تشربها كينا وصفة اخرى إلا ما بايتوش ديروا هذي كذلك كنحربوا بها القشرة ديالراس كتخضي واحد الكاس ديال الخل تفاح و تأشي ان لا تكوري وصف ، سأستخدرها في الماء العدد بالقشور ديالها كذلك في الماء دوري تشدي هذه القرعة ومخضيها بحالك لكي يتخلط لدينا ذلك الخل دي التفاح مطلق فيه ذلك التومة لمدة أسبوع وصفين هالي كتبغي تمشي الحمام ركت شدي وكتشقي بها الفروة دي الراس ماشي الشعر انا كان اكيد غير على الفروة دي الراس رأي ان شاء الله بنتبقى شفيك القشرة اللي كتنولنا الشعر وإلا لاحظتم معي البنات دائما دائما كان حرص على اي وصفة تكون طبيعية مئة في المئة بمواد اللي عندنا في المطبخ دي النا ماشي صعيبة وماشي مستعسي اننا نلقاوها او لا او لا نعطيكم شي اسامي اللي غريبة او لا نعطيكم مواد اللي فيها اللي بخدوشي ميك ما كينينش نهائيا باش كنقول لكم هاتشي ديرو اامين انا كذلك ما كنتوش نتحمل اي مسئولية مثلا نعطيش وصفة فيها اللي بخدوشي ميك ونقول مثلا هالبنات ديرو افوجهكم وهدي لا لان نرى كل واحده البشرة ديالو كل واحده المسام ديالو يعني ما نقدرش نغامر انا بدك شي وانا شخصيا ما كنديروش يعني ما شيش حاجة انا ما نديرها شو مفردها على الناس نقول يمديروها لا انا كندير غير الحاجات الطبيعية اللي كنقول لكم الى ما نفعت ما عمرها مدر ديروها وطمام طمأنين لان كل حاجة طبيعية ما كدرش واذا بان شاء الله غديمشي معاكم مباشرة المشكل كذلك نعني من وجهنا كنقول وجهنا بدأت يتقشر باش احنا نحيدوا هاد القشرة ولا نقشر وجهنا من الخلايا الميتة ستقرطي واحد معلقة ديالو ياغورس طبيعي وقدهني بيه الوجه ديالو كامل وتخليه حتى ينشف هذه الساعة ستبقى تشديه وتحكي الوجه ديالوك بحركات دائرية بحالك كنت تقشره وكذلك باش نضربو عصفورين بحاجر واحد إلا بغيتو تبيضوا الوجه ديالوكو هاد الوصفة اللي غنعطيكم ديالوكو تبيض الوجه زوينة 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 لانني شخصيا انا كنت كنديرها وقسم من بله وربي شاهد على ما اقول الى كتبيض الوجه هاد الوصفة هادي عطيه هالكل عزيزي عندكم وغالي غالي تقرطي معلقة ديال الحلبة اللي تكون مطحونة ومغربلة يعني ما تكونش حرشة لان انا غنضروها فوجهنا ستكون بودر ارتب وتزيد عليها معلقة كبيرة ديال الحمص كذلك مطحون وتأخذي صفر بيضة وحبدة لو كانت بلدية ونصف حامضة معصرة وغتخلطي هاد شي كامل ودهنيه لوجه ديالوكو تخليه حتي ينشف ومن بعد غادي تغسلي بالماء دافي غادي الوصفة غادي ريال 3 اضل مرات في الاسبوع ومعلومة اخرى إليك كان عندك الوجه يعني عندك حساسية في الوجه ما تديريش اه في النصف حامضة معصرة ما تديريش الحامض لان اصحاب الحساسية ما كيلقش ليهم الحامض الوجه من بعد ما تنشف وجهكم غادي تخضي الماء ديال الورد الى كان عندك فوحد الفابو يعني بخاخ كان احسنت غمضي عيني كتر شي وجهك بالماء ديال الورد ما كانش في البخاخ غادي تخضي قطيناه غادي تغسي فيها شوية ديال الماء ديال الورد ومسحي به وجهك راه هاد الوصفة غزالة وهنا البنات اسمعكم الوصفة اللي زويه نوقع السيدات والكبار في السن ولي كيعاني ومن هاد المشكل ديال الروماتيزم غادي يشكروني عليها كتسمعوا بان البنات ديال الروماتيزم هاد شي يعني في الوصفة الطبيعية دوه هو السمن الحايل ماشي السمن ليكون جديد انا كان اكد راه ما يدي لكم والو سمن لي كيكون حايل يعندو سنوات طويلة وكيوالي غاير صالح الاكل يعني متقدريش تاكليه لانا النسمة دياله مجهدة بزاف والطعم دياله كيتغير كيتسمع سمن الحايل هو اللي يديروها البنات زوين 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 بنسبة للعضام والآلم ديال المفاصل غادي تاخدو هنتم كيف ما كانتشوفوا معين بغاديش نهريه ها هو غادي تاخدو شوية ديال السمن الحايل وغادي تقبطو بسلاة حمرة كذلك ناكد انها تكون حمرة وتحكوها بالحكاكة من اللي غا ناخدوها بالحكاكة غادي نخلطو معها كمية من السمن ونمعكوهم مزيان 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 يعني نخلطو ضرورة تخلطوه مزيان وغادي تفشيو البلاسة اللي كدركم يتعني سواء الركبات سواء اي بلاسة مهم البلاسة اللي مصابة عندكم غادي تدهنو ليها هذا الخاليط هادا مزيان ومن بعد تلفو هذيك البلاسة بوحد لازار ولا منديل ولا شي حاجة اللي تكون ديال القطن وغلفوها الغارة ديالنا هو انها تسخن كرروا العملية عدة مرات وان شاء الله معني يا كم بك اقولوا معني يا ربي غادي يجيب الشيفة من عندو ان شاء الله وكنتمنى كانتمنى يا ربي ما كنت اضعت لكم راتكم بلا بلا وكنتمنى تقبلوا لهذا الفيديو ومرحبا باي طالباتكم اللي كانت في استيطاعتي وكنت عارفها غا نقولها لكم ما كنت عارفها الغالب الله هالبنات انا مني وانتو ما منكم انا بنتكم واختكم وانتو ما اخوتي والاموهات اللي تتفرجوا في المهمات ديالي كنا عائلة مع بعضياتنا راكم ولتو عنكم ما كان خاصة عندي وكان اعتبركم العائلة التانية ديالي راكم عزاز وغالين بزاف 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 بالعالم والله يعطينا صحيحها كاملين يا ربي كنت مني يا ربي الفيديو اليوم يعجبكم الي عجبكم ما تبخلوش على اختكم وبنتكم اللايكاتكم ولكم جزيل الشكر ولكم مني كل الحب والتقدير والاحترام وما الف سلامة